السلام عليكم متتبعي قناة زيزو شنال مرحبا بكم في درس جديد من كتاب المنير في اللغة العربية كتاب المتعلمة والمتعلم للمستوى وخامس من التعليم الابتدائي مرحبا بكم في حصة التقويم والدعم والخاصة بوحدة الواجبات والحقوق وعنوانه النص هو قصة عن الحق والواجب بعد قراءتنا للنص قراءة سليمة وهامسة ننطلق إلى الأسئلة المتعلقة بالنص وهي كالتالي بالنسبة للسؤال الأول في الفهم القرائي أحدد معنا كلمة متعلقا بوضع علامة في الاختيار الصحيح كان الإبن متعلقا بأبيه هل متعلقا هي حزينا مصرورا أو مرتبطا والمعنى الأصح لمتعلقا هو مرتبطا بالنسبة للسؤال الثاني أعيد قراءة النص لأضع العلامة في المكان المناسب داخل الجدول بعد قراءتنا للنص ننظر إلى الجملة الأولى لم يعد الأب يلعب مع ابنه بسبب سفره إلى الخارج هذه الجملة خاطئة نضع علامة في خطأ لم يعد الأب يلعب مع ابنه بسبب انشغاله بالعمل وهذه الجملة صحيحة لأنها في معنى النص ثم لم يعد الأب يلعب مع ابنه لأن الأمة تلعب مع ولدها نعم هذا الجواب خاطئ بالنسبة للسؤال الثالث أقرأ النص لتحديد الحق والواجب الذين تحدث عنهما الابن في نهاية حديثه مع والده كما ترون في الفقرة الأخيرة من النص فإن الابن خالص إلى أن الحق هو اللعب اللعب مع أبيه والرعاية الحق عنده هو اللعب والرعاية أما الواجب الذي خلص إليه فهو حسن التصرف حسن التصرف نعم بالنقود التي يعطيها له والده الواجب وحسن التصرف أضع عنوان آخر للنص هذا فيما يخص السؤال الرابع رأيت بأن العنوان الآخر للنص هو الابن بين الحق والواجب ولكم الحق في الاختيار بين العديد من العنوين التي ترونها مناسبة حسب فهمكم للنص بالنسبة للسؤال الخامس أعبر عن رأيي بجملتين فيما قاله الابن للأبي في نهاية حديثهما يا أبي إذا كان من حق أن تلعب معي وترعاني فإنه من الواجب علي أن أحسن التصرف في النقود التي تعطيني إياها سأعبر عن ذلك في ورقة جانبية الإبن يعي ضرورة التفريق بين حقه في اللعب والرعاية وواجبه في حسن التصرف هذا هو رأيي فيما قاله فيما في هذه الجملة التي قالها الابن في نهاية الحديثهما نمر الآن إلى الظواهر اللغوية أكمل الجدول بما يناسب لدينا لدينا الضمائر أنت أنتم ونحن بالنسبة لأنت فعل قال أنت قلت وليس قلت وهنا لدينا خطأ أنت قلت أنت تقول في المضارع وفي الأمر قل بالنسبة لفعل هنا الفعل وحكى أنتم حكيتم حكيتم في الماضي تحكون في المضارع وفي الأمر أحكو ولدينا هنا فعل تعلمنا أي تعلم نحن تعلمنا وفي المضارع نتعلم والأمر ليس هناك أمر مع ضمائر المتكلم بالنسبة للسؤال الثاني أستخرج من النص فعلا لازما وفعلا متعديا بالنسبة لفعل لازم لدينا فعل تعمل تعمل وهو الثلاثي منه هو عملة عفوا عملة تعمل هو فعل لازم لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى مفعول به وفعل متعدي يقضي فعل قضى نقول قضى اليوم أو يقضي الوقت هناك مفعول به يحتاج إلى هذا الفاعل إلى مفعول به بالنسبة للسؤال الثالث أدخل ناسخا حرفيا على كل جملة من الجمل الإسمية مع ضبطها بالشكل ثم أكمل الجدول الجدول في الصفحة المولية عفوا الإبن متعلق بأبيه الأم تشارك الإبن اللعبة ثم الجملة الأخيرة هي اللعب من حقي سوف ندخل أحد نواسخ الحرفية على هذه الجملة إن الإبن متعلق بأبيه هنا الإبن مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره والخبر هو أيضا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره حينما أدخلنا عليه إن ماذا فعل رفعت المبتدأ فيصبح اسمها و عفوا نصبت نصبت الإسم فيسمى اسمها و رفعت الخبر فيسمى خبرها إذن اسم الناسخ هو الإبن الإبن وخبره هو متعلق نوع الخبر مفرد هنا الأم تشارك الإبن اللعبة عفوا لعل أحد أخوات لعل الأمة تشارك الإبن اللعبة نعم هنا اسم الناسخ هو الأمة في الجملة الإسمية كانت الأمة هي مبتدأ مرفوع لكن حينما دخلت عليها لعل أصبحت منصوبا و خبر هذه الجملة أو خبر الناسخ الفعلي الحرفي عفوا هو تشارك إلى آخر الجملة و نوع الخبر تشارك إلى آخر جملة وهنا نوع الخبر هو جملة فعلية نمر إلى الجملة الثالثة اللعب من حقي اللعب مبتدأ من حقي وشبه جملة من جار ومجرور خبر المبتدأ لكن لكن حينما ندخل عليها ناسخ حرفيا نقول مثلا لأن اللعب من حقي انظروا كيف أصبحت اللعبة بعد دخولي لأن أصبحت منصوبة إذن اسم الناسخ هو اللعبة ثم خبروا الناسخ الفعلي لأن هو من حقي عفوا من حقي ونوعه هو شبه جملة جار ومجرور ثم نمر إلى الجملة أو السؤال الرابع أنتج جملة اسمية منسوخة بإن يكون خبرها جملة فعلية بكل بساطة إن المطار يهطيل إن ناسخ حرفي المطار اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره يهط لفع المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقدير هو والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن ثم بالنسبة لسؤال الخامس أكتب ما يمليه علي أستاذي أو أستاذتي وهذا السؤال يكون في الحصة داخل القسم مر إلى حصة التواصل الشفهي وعنوان النص رحلة الحروف كذلك هذا النص يقرأه الأستاذ عليكم في داخل الحصة أستمع بتركيز إلى قراءة أستاذي أو أستاذتي وأجيب أطلب من أستاذي أو أستاذتي توضيح عبارات لم أفهمها وذلك من خلال المسموع ما سمعتموه من النص أضعوا علامة في الإختيار الصحيح الذي يعبر عن موضوع النص بعد قراءتنا لنص قصة رحلة الحروف نعم فإن الجملة الصحيحة هنا هل تمكين الأطفال من حقوقهم أو رحلة جميع الحروف الأبجدية نعم هي تمكين الأطفال من حقوقهم لأن هنا قالوا جميع الحروف الأبجدية ولم تسافر أو تذهب في رحلة جميع الحروف الأبجدية بل الحروف التي كونت جملة حقوق الطفل نمر إلى السؤال الموالي أحيط بخط المعلومة الصحيحة التي وردت في النص تزعم حرف الف بقية الحروف وهذا خاطئ لأن ليس الف الذي تزعم بقية الحروف بل حرف الح عبر أربعة أطفال رغباتهم نعم هذه الجملة صحيحة وتأثر حرف الح بمشهد الأطفال نعم في آخر القصة تأثر القائد بمشهد الأطفال ثم أقترح عنوانا آخر للنص نعم قصة الأطفال مع الحروف ومن لديه عنوان آخر ووجده ملائما فأليكتبهم أعبر بأسلوب الخاص عن مضمون النص سوف أكتب في ورقة جانبية مضمون النص أقوم بقراءة مضمون نص رحلة الحروف تزعم حرف الحاء بقية الحروف في رحلة بعدما قاموا بتكوين جملة حقوق الطفل واستقبال الأطفال لهم وفرحهم بقدومهم فاستمعت الحروف لحكاية الأطفال ورغباتهم المختلفة ووعد قائد الحروف لهم بمساعدتهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة أعيد تزعم حرف الحاء بقية الحروف في رحلة بعدما قاموا بتكوين جملة حقوق الطفل واستقبال الأطفال لهم وفرحهم بقدومهم فاستمعت الحروف لحكاية الأطفال ورغباتهم المختلفة ووعد قائد الحروف لهم بمساعدتهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة بالنسبة لأشارك أصدقائي وصديقاتي في صياغة تلخيص النص فهو هذا السؤال لا يختلف عن سابقه وقد قمنا بصياغتي مضمون النص فالمضمون هو تلخيص للنص وأحاور أصدقائي وصديقاتي حول حقوق الأطفال وهذا الشيء يكون بين التلاميذ فيما بينهم نمر الآن إلى التعبير الكتابي قال الإبن يا أبي إذا كان من حق أن تلعب معي وترعاني فإنه من الواجب علي أن أحسن التصرف في النقود التي تعطيني إياها لقد تعلمنا أن المطالبة بالحقوق تستوجب القيام بالواجبات هذا نعم سوف نقوم بكتابة هذا التعبير في حدود أربعة أسطور أوسع الفكرة التي قدمها الإبن لأبيه بالشرح وأختم بتقديم مثال على ذلك فنقوم بتوسيع فكرة التي أتت في التعبير الكتاب إن حق الطفل في اللعب والرعاية التي توفرها أو التي يوفرها له الأبوان يقابله واجب التصرف اللائق والحسن بالنقود التي يعطيها إياها ذلك أن الحياة هي أخذ وعطاء واجبي هو حق للآخر وحقي هو واجب الآخر ووعي الطفل بهذا يجعله في موقع المسؤولية التي تضمن أن المطالبة بالحقوق يقابلها القيام بالواجبات وكمثال على ذلك إذا كان من حق الطفل التعليم والدراسة فواجب الدولة توفير المدرسة والفصول الدراسية ومن واجبي أيضا المحافظة على أملاك هذه الدولة وعدم تخريبها أعيد إن حق الطفل في اللعب والرعاية التي يوفرها له الأبوان يقابله واجب التصرف اللائق والحسن بالنقود التي يعطيها إياها ذلك أن الحياة هي أخذ وعطاء واجبي هو حق للآخر وحقي هو واجب الآخر ووعي الطفل بهذا يجعله في موقع المسؤولية التي تضمن أن المطالبة بالحقوق يقابلها القيام بالواجبات وكمثال على ذلك إذا كان من حق الطفل التعلم والدراسة فواجب الدولة توفير المدرسة والفصول الدراسية والمقاعد والصبرات إلى غيرها ومن واجب التلميذ المحافظة على أملاك الدولة وهي بين قوسين المدرسة والفصول الدراسية وعدم تخريبها وصلنا إلى نهاية هذه الحصة وإلى درس آخر بحول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر